بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله رح نبلش بدرس الانجازات السياسية للملك حسين بن طلال طبعا الحصة العدد حكينا عن موضوع الانجازات السياسية للملك طلال حكينا عن انجازاته الداخلية والخارجية وحكينا عن حياته وكمان قبلها حكينا عن الملك عبد الله عن انجازاته الداخلية والخارجية وعن حياته بدنا نيجي ان شاء الله اليوم نحكي عن الانجازات السياسية اللي هي عادة الحسين بن طلال ونشوف حياة ونشأة الحسين بن طلال اول شي مولده ولد الحسين بن طلال في 14 تشرين الثاني 1935 ونشأ في كنف والده الملك طلال بن عبد الله وحضرها برعاية جده الملك عبد الله الاول ابن الحسين نحكي عن حياته العلمية تلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الاسلامية في عمان وتخرج فيها وانتقل بعدين لكلية فكتوريا بالاسكندرية في مصر ودرس فيها مدة سنتين وبعدين التحقى بكلية ساندهيرس العسكرية في انجلترا ليتمام دراسته تمام؟ حياة الملك حسين يا جماعة اغلب تعليمه كان خارج الاردن اللي هي المرحلة الثانوية والجامعية كانت خارج الاردن ممكن يجيب لك تتبعي حياته العلمية في الوزارة ممكن يقول لك كم عام درس في مصر ماشي او التحقى بكلية ساندهيرس العسكرية وين مكانها واتم دراسته طيب في عنا سؤال وزاري هون كيف انتقل الحكم للامير الحسين بن طلال وهذا السؤال يعني كثير 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 بيجي في عام 1952 بعد أن تنازل عنه الملك طلال بن عبد الله ولكن بسبب عدم بلوغ الامير حسين سن الثامن عشر قمرية قرر مجلس الوزارة تعيين مجلس وصاية على العرش بمقتضى الدستور واستمر المجلس حتى 2 ايار 1953 حيث تسلم الحسين بن طلال سلطاته الدستورية إذن انتبهوا علي سنة 1952 اتنازل الملك طلال لابنه الملك حسين الحكم لكن الملك حسين كان صغير فعينوا عليه مجلس وصاية كان عمره 17 سنة عينوا عليه مجلس وصاية لبين ما عمره صار 18 سنة واستلم الحكم إذن فيه هون متى تنازل الملك طلال لابنه الملك حسين عن الحكم بـ 52 لكن متى تسلم سلطاته الدستورية الفعلية في 2 ايار 1953 شهر ايار انو يا صبايا يا شباب اللي هو شهر ضي لجلالة الحسين بن طلال عدة مؤلفات وهاي دايما بتيجي إما أذكري مؤلفاته أو بتيجي من مؤلفات الحسين بن طلال مثلا في ضع دائرة تمام من مؤلفاته مهنتي كملك ليس سهلنا تكون ملكا وحربونا مع إسرائيل والملك عبدالله الأول إنو مؤلفات لكن الملك طلال ما إله إيجا هذا السؤال بالإزائرة ضع دائرة الملك الهاشمي الذي ألف كتاب مهنتي كملك هو الحسين بن طلال والكتاب الذي ألفه الحسين بن طلال هو مهنتي كملك يعني أنت زي ما بدك حسب طبيعة السؤال بتحط نيجي لموضوع الإنجازات السياسية الداخلية على مستوى الوطن حقق الأردن في عدل حسين بن طلال إنجازات كبيرة على المستوى الداخلي فقد نظر حياته لخدمة وطنه وأمته وعبر الحسين بن طلال عن نهج سياسته الداخلية في الخطاب اللي وجهه للشعب الأردني عند تسلوم عرش المملكة بقوله هون معطيك سؤال إيشو نهج الملك الحسين بن طلال في سياسته الداخلية يا إما هذا السؤال يا إما حقق الأردن في عهد الحسين بن طلال إنجازات كبيرة على المستوى الداخل على الجهتين سواء قال لك ما هو المنهج الذي صار عليه الحسين بن طلال في السياسته الداخلية أو أذكر نهج الحسين بن طلال في السياسته الداخلية نفس الإيجابي أول شيء إن العرش الذي انتهى لين استمت قواته بعض الله من محبة الشعب وثقته وأنني سنمي هذه المحبة وهذه الثقة بخدمة الأمة ورعاية مصالحها وآخر نقطة أخذت على نفسي مجانبة الراحة لأجلكم والعمل والتضحية في سبيل إعزاز وطننا الذي نحيه في سبيله نموت هذا المنهج اللي صار عليه قصده إيش الأفكار اللي كانت حاطها في باله الحسين بن طلال حتى إنه يتبعه في سياسته الداخلية هذا قصد المنهج أو المنهج الثلاث نقاط هذول طيب من أبرز الإنجازات السياسية الداخلية الحسين بن طلال عزز المنهج الديمقراطي في الدولة عمل على تعريب قيادة الجيش والتعديلات الدستورية ثلاث هذول بيجينا بالوزارة وذكري أبرز الإنجازات السياسية الداخلية إذا جاب ذكرها بتحكي الثلاث بس طيب سهل حسين بن طلال مطلع عادل تعزيز المنهج الديمقراطي اللي هي النقطة الأولى ده بلش يشرح فيها بتفعيل الحريات السياسية كيف فعل الحريات السياسية الحسين بن طلال أو ليش ظهرت في عهد الأحزاب كان يا جماعة الأحزاب مقيدة لكن في عهد الملك حسين سمح لكثير من الأحزاب تنشأ أسس النقاضات العمالية والمهنية هي لحد اليوم نشطة الصحافة في البلاد في عهده والأمر الذي زاد من الوعي السياسي ورسخ الشعور القومي الوطني عنده طيب تعريب قيادة الجيش الأردني سببها وتعريفها استكمال تحقيق السيادة الوطنية الأردنية اتخذ الحسين بن طلال قراراً تاريخي بتعريب قيادة الجيش في واحدة دارة الفتاعمية وستة وخمسين بتعريب قيادة الجيش المقصود بتعريب قيادة الجيش إذن تعريفها سببها سببها أول شي استكمال لتحقيق السيادة الوطنية اتخذ الحسين بن طلال قراراً بتعريب قيادة الجيش حتى يكمل يعني الجيش كان عليهم القائد إنجليزي من بريطانيا لكن الملكي حسين شو عمل عمل إنه شهل جوني كلوب كان قائد للضباط يعني هي الشغل الوحيد اللي كانت ضيلي في الأردن لبريطانيا الجيش فلما شهل هذول الضباط صار الجيش القائد الجيش عربي ورح نيجي نعرف مين هو القائد العربي اللي حطه الملك حسين تعريف تعريب قيادة الجيش الاستغناء عن خدمات جوني كلوب قائد الجيش والضباط الإنجليز وإنهائي المعايدة الأردنية البريطانية عام 1957 ايش الجيش اللي اتخذها الحسين بن طلال لتحقيق مفهوم السيادة الوطنية في الأردن عمل على تعريب قيادة الجيش في وعد أدار 1956 هالسؤال الوزاري والاستغناء عن خدمات جوني كلوب قائد الضباط الإنجليز وانها المعايدة الأردنية البريطانية كأنه إجابة السؤال كانت كامل التعريف فهمت الصبايا من التعريف طيب نيجي للإنجاز الثالث اللي هو التعديلات الدستورية أذكر التعديلات الدستورية في حد الحسين بن طلال أجري التعديلات على الدستور بما يتناسب مع تطورات سياسية الداخلية بالرغم من التحديات لواجهة الأردن والمتمثلة بالصراع مع إسرائيل وما ترتب عليه من تعطيل المؤسسات الدستورية إلا أن الأردن استطاع العودة للحياة النيابية في الأربعة وثمانين وتفعيل الحياة السياسية والميثاق الوطني 1891 وقانون الأحزاب 1992 طيب هاي الصباية والشباب في عليها سؤال استطاع الأردن العودة للحياة النيابية في الأربعة وثمانين وتفعيل السياسية والحزبية عن طريق أمور اللي هي أو السؤال الثاني ما هي مضال العودة للحياة النيابية في الأربعة وثمانين ظل السؤالين يجيب الوزارة وتفعيل الحياة الحزبية والسياسية شوف ما ابدأ عقدك كثير في الموضوع احفظوهم زي هيك هدول عليهم الفصل الثاني درس كامل درس كامل اسمه الحياة النيابية والحياة الحزبية هون بس احفظولي المعطيكو اياه اللي هي انتخابات عام 1889 الميثاق الوطني 1891 وقانون الحزاب 1992 تمام يا شباب الله يرضى عليكم هدول احفظوهم زي ما هني هون بس لانه في عليهم درسين كاملات بيجوا على الفصل الثاني نيجي لموضوع الانجازات السياسية الخارجية للحسين بن طلال اذا هون نحكي عن مستوى الدول العربية زي ما حكينا عن الملك عبدالله والملك طلال نحن نحكي عن الملك حسين اتميزت في عادل حسين بن طلال على صعيد العلاقات الدولية حياته تميزت تميزا كبيرا او بقول بماذا تميزت سياسة الحسين بن طلال على صعيد العلاقات العربية والدولية يعني مع الدول العربية شي كيف تميز الحسين بن طلال مع الدول العربية اول شي بنشاطه السياسي واحد الاسام في المصلحة العربية وتوحيد الصف العربي كل نوع واحد منهم لها شرح لحال طيب اذكر المرتكزات التي انطلق منها الحسين بن طلال في علاقته مع الدول العربية والعالمية كلمة مرتكزات إشي أساسي يعني إيش هالأسس اللي انطلق منها الحسين بن طلال في علاقته مع دول العربية والعالم المرتكزات الاثنين يعني اللي ركز عليهم مبادئ الثورة العربية الكبرى ومواد الدستور الإردنية تؤكد عن البواد القومي العربي وثوابت السياسة الخارجية للدني القائمة الوسطية والاعتدال تمام؟ عندك ثلاث مبادئ رئيسية ركز عليها الحسين بن طلال في علاقته مع العالم والدول العربية من أبرز الإنجازات السياسية الخارجية مشاريع الوحدة العربية والعلاقات الأردنية الخارجية رح نيجي لمشاريع الوحدة العربية ونحكي عنها وللعلاقات الأردنية الخارجية ونحكي عنها سعى الحسين بن طلال إلى تجسيد فكرة الوحدة العربية عملياً يعني تطبيق عملي بالدعوة إلى قامة العديد من المشاريع الوحدة العربية انتبوا علي الحسين بن طلال كان بده يساعد في أنه سوريا تستعيد أراضيها اللي احتلوها اليهود ومصر تستعيد أراضيها اللي احتلوها اليهود وفلسطين كمان تستعيد أراضيها اللي احتلوها اليهود هذا كان هدف الحسين بن طلال هدول يا جماعة المشاريع الثلاث رح يشتغل عليهم بدنا نشوف إنجازاته السياسية في مجال الوحدة العربية في عدل حسين بن طلال اللي هي الاتحاد العربي الهاشم مشموع المملكة العربية المتحدة في 72 ومجلس التعاون العربي الله يرضى عليكم هذول الثلاث مشاريع مهمات جدا أسئلة سنواتهم مهمة كل مشروع بين مين ومين صار وليش صار هذا المشروع احفظوا بهذه الطريقة كل مشروع سنته وبعهد مين وبين مين ومين صار وليش ورح نيجي لكل واحد فيهم بالتفصيل خلينا نجي للتحاد العربي الهاشمي اش تعريفه هو معاهدة أخوه وتحالب بين المملكة العربية الأردنية عسفة الهاشمية ومملكة العراق إذن بين الأردن والعراق حيث بدأت المفاوضات عام 1958 أعلن فيها الحسين بن طلال تنازل عن رأسة الاتحاد ليكون رئيسه ابن عمه الملك فيصل الملك العراق بديش أرجع يا بنات لقصة العراق وحكي لكم ليش الملك حسين كان بده اتحاد بين سوريا والعراق بناشى نطلع نعيد بنفس الكلام لأن حكيته لما حكينا عن الملك عبد الله الأول وقلنا كان ديعمل مملكة لكن ما ضبطت وحكينا سوريا شصار فيها وحكينا العراق شصار فيها بديش أطيل عليك وعشان كمان بدي لحق أوصل للأوراق النقاشية اتسمت العلاقات السياسية بين أردن والعراق بالتوافق والتآلف ليش؟ بسبب تشابه نظام الحكم في البلدين وهو النظام الملكي الهاشمي ثاني اشي الجوال الجغرافي احنا والعراق جنب بعض طيب في سؤال ايجي عليها لم يستمر الاتحاد العربي الهاشمي طويل ليش؟ ليش الاتحاد العربي الهاشمي ما ضل بسبب انقلاب العسكر لطاح بالحكم الملكي في العراق واستشهاد الملك فيصل الثاني في 14 تموز 1958 دي البالك على السنة والملك فيصل الثاني حكينا مين هو؟ الملك فيصل الأول حكم في سوريا وطلع منه ورعى العراق الملك فيصل الأول خلف جاب ابنه الملك غازي وحكينا عنه والملك غازي هذا انت مش كتير لازم تعرف عن العراق كونها يعني مش احنا بدنا المملكة الاردنية الهاشمي لسا نقول تلك على ليش؟ عساس بس تفهم شو يعني قصده العراق ان الملك فيصل الأول ابنه الملك غازي حكم بعدين ابنه الملك غازي توفى واخد مكان ابنه الفيصل الثاني واللي هو صار عليه انقلاب عسكري وخلص حكم الهاشم يوم بالـ 58 بالعراق ايش هدف الاتحاد العربي الهاشمي وهميته سياسيين وعسكريين واقتصاديين ندير بالك عليها كثير هاي توحيد تمثيل السياسة الخارجي للبلدين بسياسة واحدة قوية بيكون لها مكانة وصوت مسموع في المحافلة الدولية لازم نوجد درع أمني قوي بتوحيد الجيش بين البلدين حسن لو الإعراق والأردن توحدت اكيد رح يكون بين يعني شو قصده الدرع اشي متين هون تشبيه بس هم ولا دعم اي اشي بصير للأردن اكيد العراق رح توقف معها كمان تنمية البلدين تطويرها في مشاريع اقتصادية لما منتعاون مع العراق وقديش قعدنا احنا الأردن تأخذ في عهد الملك حسيم الغاز ببلاش من العراق النفط ببلاش ضلينا لعاهد طويل ترسم في دفع المسيرة التنموية للبلدين نيجي لمشروع المملكة العربية المتحدة في السنة 1972 تعريفه وسببه طرحه واهميته ليش انطرح هذا المشروع جاء مشروع المملكة العربية المتحدة بين الأردن وفلسطين هذا هم مش اجي كمان تجسيدنا لفكرة الحسين بن طلال عضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه اذا سيكون بين الأردن وفلسطين بالرغم من انه هذا الاتحاد لم يكتب له النجاح الا انطرحه يعاد خطوة عملية للتعاون لاتحاد العربي ويعد دليلا واضحا على النهج الوحدوي للملك حسين بن طلال اذا هذا المشروع ما نجح لكن بس مجرد انطرح كان له كان له هدف كان خطوة عملية للتعاون بين الاتحاد العربي يعني بس مجرد حكي عنه خلص معناته فيه عندنا اتحاد عربي طيب ابرز بنود مشروع المملكة العربية المتحدة ايش ابرز بنود واللي كان ب72 تسمى المملكة الاردنية ناشمية بعد الاتحاد باسم المملكة العربية المتحدة بتكون المملكة العربية من الضفتين الشرقية والغربية بتكون عمان العاصمة المركزية للمملكة العربية المتحدة ورئيس الدولة هو الملك بتولى السلطة التنفيذية والمركزية ومعه مجلس الوزراء والسلطة الشريعية المركزية باسم مجلس الأمة هذا رح نأخذ عنه درس كامل للفصل الثاني تمام تكون السلطة القضائية منوطة يعني شو قصده بمنوطة تعود بحكمها إلى مركزية إلى حكم محكمة مركزية عليا لكل بلد إلها محاكمها الخاصة يعني الأردن وفلسطين مش تركات بكل شي معادل محاكم نوعا ما كل واحد إلها محكمة خاصة في بلدها تكون السلطة القضائية منوطة طبعا حكيناها نجي إلى مجلس التعاون العربي في عام 1989 إيش هو مجلس التعاون العربي وما تتشكل وسبب طرحه وهميته بيجي هذا المشروع مختلف عما سبقه من المشاريع وهذا كثير بتيجي بالوزارة علل يعد مشروع المجلس التعاون العربي مختلفا عن كل المشاريع ليش يا جماعا يجي مختلف لأنه ضم أربع دول عربية وهي الأردن والعراق ومصر واليمن الشمالي مع إمكانية انضمام دول عربية دير بالك لهون مصر واليمن الشمالي لأنه اليمن الجنوبي كان عندها مشاكل بمثل اتحاد نموذجا عمليا نحو السعي الدول العربية تضامن تضامن الدول العربية فيما بينها وتشارك في ظهور العديد من المحاولات الوحدوية بين مجلس التعاون الخليجي عام 1981 واتحاد المغاربة عام 1989 يعني ظهر محاولات وحدوية ممكن يسألني اذكر محاولات وحدوية غير مجلس التعاون العربي بتكون مجلس الخليجي بال81 والاتحاد المغاربي بال89 هذه أكيد رح يعني بيجي منها فضع دائرة كثير ضع دائرة واحدة من الدولات هي لا تعد من الدول العضاة في مجلس التعاون العربي لبنان لم يستمر مجلس التعاون العربي ليش انتهى بسبب حرب الخليجي الثاني عام 1990 اللي إجت نتيجة اجتياح العراق للكويت طيب نيجي للعلاقة الأردنية الخارجية للحسين بن طلال نشوف علاقته مع العالم شكلت القضية الفلسطينية المحور الأساسي ليش ليش لأن حارس الحسين بن طلال عدعمه في المحافل الدولية وكان دائما يحكي عن فلسطين وأكد على التحالف المصيري بين الأردن وفلسطين ووثق العلاقات مع كل دول العالم بأن فلسطين علاقتها قوية مع الأردن ورح تضل هي والأردن إلى الأبد بعلاقة دائمة واصل مسيرة الهاشميون في تقديم الرعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عن طريق متابعة إعمارها صيانتها الوقوف ضد مخططات تهوي دولة اليوم هذا الحكي نقطة رقم اثنين أسمى الأردن طبعا نقطة رقم اثنين هاي من الإنجازات على مستوى العالم أسمى الأردن في تحقيق التوازن العربي وحل الخلافات العربية هي إجت في الوزارة علل عن طريق عقد مؤتمر القمة العربي قمة الوفاق والاتفاق في عمان 1987 احتضان المصالحة بين اليمن الشمال واليمن الجنوب والاتحادهم في دولة واحدة مساعي في حل النزاع العراقي الكويتي بالتسعين ضمن البيت العربي نقطة ثالثة من الإنجازات نجح الأردن في قامة علاقات دبلوماسية واسعة ومتطورة في مختلف مع مختلف دول العالم وضح موقف العرب على الساحة الدولية وخاصة بين الصراع العربي الإسرائيلي كان الملك حسين دائما وضح أنه إسرائيل هي اللي ضرت العرب ضرت الفلسطيني وضرت سوريا وضرت مين مصر وحكينا عن هذا الموضوع حكينا عن هذا الموضوع طيب ثلاث نجح الأردن في قامة علاقات دبلوماسية متطورة مع مختلف دول العالم وبنرجع نعيد أنه وضح العلاقات الأردنية على الساحة الدولية شارك الأردن في المؤتمر الدولي للسلام في جينيف في سويسرا بأي سنة بثلاثة وسبعين إيش نتاج عنه مؤتمر جينيف فك النزاع بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى كمان نجحت السياسة الخارجية بالتنصيق مع دول العربية والأجنبية في اتخاذ الجمعية العمومية لموانا والمتحدة قرارها رقم ثلاث ثلاث سبعة صبايي هذول القرارات ثلاث ثلاث سبعة ثلاث ثلاث سبعة ثلاث 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 أثنين واحد ثمانية واحد لازم نحفظ نصهم نص على لإدانة إسرائيل وعد الصهيوني صورة من صورة التنييز العنصري في Paris 1991 شارك الأردن في المؤتمر الدولي للسلام في مديرية بعد أن وافقت دول العربية المعنية بالصراع العربي الإسرائيلي اللي هي عودة السلطة الفلسطينية على فلسطين عادت السلطة الوطنية طبعاً نقطة رقم خمسة كمان عليها درس شو المقصود في عودة السلطة الفلسطينية على فلسطين وكيف إنه الملك حسيم وكيف إنه الدول العربية ساعدت إنه تعود وكانت برئاسة أبو عمار اللي هو رئيس السلطة الفلسطينية طبعاً هذا الموضوع مش راح نخوض فيه السلطة إنه أصلاً عليه درس كامل كمان نقطة ستة أسمت السياسة الخارجية الأردنية في إظهار مكانة الأردن المستوى العالمي بسبب امتلاك ومصداقية في إقامة علاقات دبل المسيح مع كثير من دول العالم ولا أدل إلى عمق العلاقة الأردنية في يعني شو اللي خل الأردن يكون لها علاقة قوية وشو عرفك على عمق العلاقة الأردنية وشو عرفك إن الأردن عميقة علاقتنا مع دول العالم بيحكي لك لما توفى الملك حسيم بال1999 حضر كل زعماء العالم جناسته وكل زعماء العرب والعالم حضروا جناسته يعني الملك حسين كان له واقع كبير في قلوب كل العالم وتنساش إن الملك حسين أكثر حاكم حكم على الأردن وكانت الأردن تصير في عهده امبراطورية لكن طبعا الامبراطورية 50 سنة هو حكم 46 يعني بس لو وصل لل48 كان مشه بإجراءات الامبراطورية عشان يك بقول لك سنتين لكن هي 50 سنة لازم يكون حكم لكن لو وصل لل48 كان مشت إجراءات الامبراطورية ومش كثير بدأ خوط موضوع الامبراطورية يلهم ميزات كثير على الدولة الأردنية لو صارت امبراطورية طيب ضع دائرة على المدينة التي شارك فيها الأردن في المؤتمر دولي السلام في مدريه هي مدريد بأي ثاني بال91 حضر الأردن في عهد الحسين بن طرم كان مرموقة على المستوى الدولي أوليش لامتلاكه مصداقية دولية قامت علاقات دبل ومسيما الكثير من دول العالم عمق العلاقة الأردنية بتوافد عدد كبيرة من الزعماء العرب والعالم على جنازة الحسين بن طلال بالتسعة وتسعين قارن بين الاتحاد العربي الهاشمي ومجلس التعاون العربي من حيث الدول الدول المشاكة والأهداف وسبب فشل هذا سؤال الكتاب هذا سؤال الكتاب وإيجاب الوزارة وإذا إيجاب الوزارة بيجي بنفس الصيغة حيث بده تقارن بين الاتحاد العربي الهاشمي ومجلس التعاون العربي من حيث الدول اللي شاركت والأهداف وأسباب فشلها تمام يا صبايا؟ هيك بنكون هنا درس الحسين بن طلال وبرجع كالعادة أكد يا شباب يا شباب هاي المادة إن شاء الله ضربنا أحيانا ما متنا رح تنعاد بالتوجيه رح تكون مفصلة أكثر بس حلو أنت يكون عندك خلفية عنها تكون حفظت أساسيات عشان لما احنا نتعمق فيها أكثر يعني ممكن أجيب لك أشياء خارجية تكون أنت حافظ مادة الكتاب تكون عارف مادة الكتاب لأن لو أنت بالوزارة شو هدفك؟ هدفك مادة الكتاب بس أنا ممكن أجيبها مثلي وأجيب لك أشياء كثير يعني قصص طويلة كثير فأنا ما بحب أتعمق كثير لأنك أنت بتكون محصور بوقيت ومحصور بمادة هيا أنا أعطتكها بالأول الثانية وبتحفظها عشان بالمستقبل إن شاء الله ذا ربنا أحيانا ما متنا وشرحت كثير عنها تكون أنت عندك خلفية عنها وأمورك تمام فيها أسا إن شاء الله الحصة الجاي راح نبلش بدرس الملك عبد الله الثاني واللي هي راح نبلش بالأوراق النقاشية